اشتركوا في القناة خمسة مائة وثلاث وستين تم انشاء هذا المشتل على مساحة تقدر بنحو ما يقارب خمسمائة وعشرين دلم اليوم يعد هذا المشتل هو المشتل الاكبر في محافظة جرش وايضا لدى وزارة الزراعة فللحديث اكثر حول الخدمات التي يقدمها وعدد المشات الموجودة سينضم الينا الدكتور عماد عياصره وهو مدير زراعة محافظة جرش صباح الخير دكتور صباح الخير اخي صعيب سهلا فيكم دكتور بدنا اليوم تضعنا بالصورة لعدد المشاتل وايضا حجم المزروعات الموجودة فيها ونوعيتها وما تقدمه من خدمة للمواطنين صباح الخير اخي صعيب اهلا وسهلا فيكم في مدرية زراعة محافظة جرش نحن اليوم في مشتل الفيصل الزراعي هذا المشتل يعد من اكبر المشات الموجودة في وزارة الزراعة تأسس مشتل الفيصل الزراعي عام 1963 على مساحة قدرها 520 دنم الهدف من انشاء هذا المشتل هو انتاج الغراس المثمرة لتوزيها عن المزارعين بمختلف اصناف الغراس ننتج بمشتل الفيصل الزراعي غراس الزيتون بمختلف الاصناف واصناف العنب والرمان والتين يوجد لدينا في محافظة جرش مشتلين حرجيات مشتل عين جمل الحرجي ومشتل الفيصل الحرجي بهدف انتاج الغراس الحرجية لتوزيها وزيادة المساحة الخضراء في الاردن هناك دورات وايضا جلسات ارشادية للمزارعين اليوم في هذه المشاتل هل ممكن ان تحدثنا عنها وايضا تحدثنا عن موعد تسلم المزارعين هذه الخصل او الاغراس لزراعتها بدأنا لهذا الموسم بتوزيع الغراس بواحد اثناش ومتوقع خلال الاسبوع القادم توزيع الغراس الحرجية على المزارعين بالنسبة لخدمات الارشاد الزراعي نحن لدينا في مدرية زراعة جرش قسم متخصص قسم الارشاد الزراعي يقدم خدمات الارشاد الزراعي على مدار السنة للمزارعين في محافظة جرش بمشتل الفيصل له دور ارشادي وهناك دورات تدريبية متخصصة لزملائنا المهندسين الزراعيين العاملين في وزارة الزراعة وكذلك امتدت خدمة التدريب في مشتل الفيصل الزراعي لجامعة جرش وجامعة العلوم التكنولوجيا حيث يقوم الطلبة بالتدريب الميداني بمشتل الفيصل الزراعي دكتور عماد عياصري مدير زراعة محافظة جرش شكرا جزيلا لك وايضا للحديث عن الجانب الفني وعن هذه الغراس سينضم الينا مدير هذا المشتل المهندس صباح الخير صباح الخير وسعد صباحكم وصباح المشاهدين الكرام تعرفنا بنفسك بالبداية المهندس بحجة السوانم بدنا تحكي لنا عن الأغراس الموجودة اليوم في هذا المشتل عددها وأيضا ما تقدمه من خدمة وأيضا ما هي الأنواع المتواجدة اليوم طبعا إنتاج الزيتون في مشتل الفيصل الزراعي 250 ألف قدرة الإنتاجية في المشتل بدأنا التوزيع من 1-12 بدأنا التوزيع من 1-12 لهذا الموسم وتقدم وتوزع الأشتال للمزارعين وتوزع الأشتال للمزارعين بتقريبا 250 ألف غرس سنويا بدي أسألك اليوم كمان عن عدد الموظفين المتواجدين لديك طبعا كذا المشتل 50 موظف منهم المهندسين المفنيين مختصين وعمال دائمين كمان بدي أسألك يعني إحنا بنشاهد الآن أغراس زيتون بدنا نعرف مصدر هاي الأغراس ومتى يعني كم المد اللي بتبقى موجودة فيها في هذه البيوت البلاستيكية بعدين تطلع أو الزجاجية طبعا بتوفر في المشتل تقريبا 5600 شجرة أمهات من الزيتون وهي تعد من أفضل 10 أصناف زيتون من الأصناف المحلية وما من توجهات معا لوزير الزراعة بحماية الأصناف المحلية إحنا زدنا إنتاج ونخص بالذكر هون صنف النبالي البلدي لما يمتاز هذا النوع من زيادة نسبة الزيت فيه وتحمل الظروف المناخية الصعبة بدي تحدثني أيضا عن الأشتال المثل الأشتال العنب وأيضا أشتال التين هل تتواجد عندكم ومتى موعد تسلمها لدى المواطنين طبعا هو اللي الصرف بيبلش من 1-12 بتوفر أشتال العنب المطاعم والعنب الأصول الأمريكية والتين والرمان بعدة أصناف أيضا بدي أسألك عن عدد البيوت البلاستيكية والزجاجية الموجودة اليوم أيضا في أكبر مشتل في المملكة الأردنية الهشمية طبعا النظام الموجودين فيه هو نظام إيطالي تم تركيبه في عام 1986 يحتوي على ثمن بيوت زجاجية تحكم إلكتروني كامل بدرجات الحرارة والظروف المثالية للعقل زي ما أنتم شايفين أيضا بدي أسألك بما يخص موضوع الأشتال الموجودة أو الأمهات الموجودة اليوم لهذه الأشتال هل يتم استيرادها من الخارج أم هي أصلي نعم هي موجودة هنا بالمشتل إحنا حكينا فيها 5600 شجرة أمهات بتم أخذ العقل منها وإنتاج الأشتال داخل المشتل نعم بدي أسألك أيضا بما يخص موضوع الزراع العضوية من جديد بدنا تحكينا عن الأصناف اللي راح تزرعوها اليوم بزراع العضوية كونه استحدثت هذا القسم حسب ما رويت لي طبعا هو كان في السنة الماضية استحداث لوحدة فيصل لزراع العضوية داخل المشتل وهي طبعا هاي بشق ثاني اللي هي الخضروات الخضروات بالزراع العضوية وتم بتوجيهات معا الوزير إرسال أولى دفعات الانتاج إلى مركز الحسين السرطان نعم بدنا تحكينا عن النباتات اللي موجودة أو الخضروات الموجودة اليوم بيهاية بمركز زراع العضوية فيه موجود دخيار وبندورة طبعا هي الخضروات الشتوية بروكلي وزهرة وخس بدنا نعرف ايش ميزات الزراع العضوية اليوم اللي موجودة عندكم يعني ايش تفرق عن الزراع الأخرى طبعا هي نظام بيه آمن وخالي من اي مبادات كيميائية ومبادات كيميائية نعم بدي اسألك ايضا بما يخص موضوع انه المشتل هذا اليوم عدد المنتفعين او المزارعين اللي راجعوا خلال هذا العام واستفادوا من الغراس الموجودة فيه طبعا احنا من واحد اتناعش لغاية تاريخ مبالح تقريبا ما يقارب الف مزارع استفادوا من شراء الافتل المناطق محصورة بجرش ولا عبر المملكة هاي من الغطة كامل للمملكة هل هناك فيه توجيه او خلينا نحكي تطوير لبعض الزراعات الموجودة غير الزراع العضوية اليوم طبعا السنة تم انتاج اصول اللوزيات للتطعيم عليها في العام القادم ان شاء الله راح يكون متوفر فيه اشتال لوزيات من طعام ان شاء الله ايضا بدي نحكي بموضوع اذا فيه رسالة اليوم بتوجيها للاخوة المزارعين او المواطنين اللي بيحاجي لهذه الاغراس فايش الانواع المتوفرة عندكم اليوم ومتى ممكن انكم توفروا لهم ياها والله احنا بنشجع اخوانا المزارعين هم يزرعوا الارض كون احنا بداية موسم خير ان شاء الله العامها والاشتال موجودة اللي هو الزيتون والعناب والتين والرمان موجودين احنا من الساعة ثمانية لساعة ثلاثة على مدار الاسبوع استثناء الجمعة وستثناء في خاصية الاسعار انت حكيت في اسعار تفضيلية فاذا ممكن توضحنا جزئية الاسعار وكيف مثلا تتراوح الاشتال بين ايش وايش الاسعار بشقين فيه السعر المقرر اللي هو خمسة وثلاثين قرش وفيه الاسعار المنتفعين من المشروع اللي هي بربع دينار يعني جميع الاشتال اليوم ما بين الربع والخمسة وثلاثين قرش خمس وثلاثين قرش نعم فيه رسالة اليوم بتوجيهها للاخوة المواطنين والله انا بوجه رسالة للاخوة المزارعين انه يتجهوا لزراعة الارض ويتجهوا لمشتال فيصل لانه اشتال موثوقة موجودة عندنا وبداية السنة بداية خير ان شاء الله علينا وعليكم ان شاء الله مهندس بهجة سوالمي مدير مشتل فيصل الزراعي شكرا جزيلا لك بالفعل هناك العديد من الاشتال الزراعية اليوم الموجودة والانتاجية ايضا في هذا المشتل وهو المشتل الاكبر لدى وزارة الزراعة في المملكة الاردنية الهاشيمية هذا كل ما لدي لين سيكون هناك تقرير مفصل عبر نشرة اخبار رؤية عودة لكم فيها لستوديو اشتركوا في القناة